بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد صياما مقبولا وإفطارا شهيا على مدار أيام شهر رمضان المبارك ورد في كتابي طب الأئمة عليه السلام عن سعيد بن محمد عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أراده إنسان بسوء فأراد أن يحجز الله بينه وبينه أي بمعنى فلان يريد أن يوذيني فلان يتمتع بإزعاجي فلان أنا أخشى من أذيته أخشى من تصرفاته يكيد لي كيدا يحسدني يمكر بي إلى غير ذلك ماذا أفعل فلان مزعج في حياتي ماذا أفعل كي يحجز الله سبحانه وتعالى بيني وبينه لا يصل إلي أبدا لا أذاه ولا إزعاجه ولا كيده ولا سحره ولا حسده ولا أي شيء كأن بيني وبينه حاجز لا يصل أبدا لا أراه ولا يراني فقال رسول الله صلى الله عليه وآله من أراده إنسان بسوء فأراد أن يحجز الله بينه وبينه فليقل حين يراه بمجرد أن أراه أعوذوا بحول الله وقوته من حول خلقه وقوتهم وأعوذوا برب الفلق من شر ما خلق ثم يقول ما قاله الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وآله الكلام الآن لمن للإمام الصادق عليه السلام فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يقول بعد ذلك الإمام الصادق عليه السلام إلا صرف الله عنه كيد كل كائد ومكر كل ماكر وحسد كل حاسد ولا يقول أن هذه الكلمات إلا في وجهه فإن الله يكفيه بحوله فلان بعد أذيته إلى غير ذلك لن تصل إليك أبدا سواء كان هذا الشخص يعيش معك في البيت سواء كان يعيش معك في العمل سواء كان جيران سواء كان تربطك به علاقة إلى غير ذلك جرب ولا تشك هو مرة واحدة تقوم به إن شاء الله تعالى وتفعله برنامج صباحات ولا أيام من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام